طبعاً إحنا بشر مثل ما سمعنا من الأخت إحنا مش سوبرمان واللي تجربوا في الكتاب هم رجال الله فإذن لا عليها لكبير ولا صغير لأنه اللي بفكر إنه قائم إنه فعلاً قدع انتبه محتاجين نعمة محتاجين معونة من عند الرم في هذا العصر واحدة من أكبر التجارب هي الشهوة الجنسية ولسيما إحنا عايشين في مجتمع فتحت التيفي الموبايل في أي حاجة إلا تشوف صور طب شو الحل؟ الحل من جوه إجا نجذب ونخدع فأنا دائماً بقول نصيحة عملية بدك تمتحن نفسك كيف تمتحن نفسك؟ أكيد رح تشوف المنظر ولكن كيف بتعرف أنك أنت انتصرت على المنظر؟ خمس ثواني واحد اتنين تلاتي أربعة خمسة إذا بعد خمسة رقم خمسة ضليتك تطلع عن منظر أنت رح تسقط في التجربة في الشهوة رح تحبل ورح تولد ورح تسقط في الخطيئة ولكن إذا عديت الخمسة أنت قبل ما توصل الخمسة شلت عينك وركزت يا رب ساعدني في هذا الظرف الرب يأتي إلى حياتك حب أنا عارف كلنا من مرف التجارب والظروف الصعبة الرب يحبك والرب موجود معك مش رح يخليك تتجرب أكتر ما بتستوعب رح يعطيك منفذ وهو معاك في النار ومعاك حتى في وسط التجارب لكن اتكل عليه خلي عينيك عليه اطلب الرب ثق فيه صلي إنك تطلب الرب لحياتك توجه مخلص ورب على حياتك والرب يباركك اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر